اعلنت وزارة الصحة انه تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في المغرب ويتعلق الامر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 عاما كما تعلن الوزارة تسجيل حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو الى القلق اشتركوا في القناة